المحالة بكلنا متفائلين بالموسم السياحي ونحبوه في إطار معناها بمناسبة انطلاق الموسم السياحي إنه المسالك اللي تبيع منتوجات الصناعات التقليدية اللي هي المسالك السياحية نحبوها تبيع منتوج تونسي لنك هكي هي الحقيقة وعننا أحنا خدمة مشتركة بذات من وزارة السياحة من فيفري بديل المسح وحددنا إناهم المسالك اللي مش تم يعني مراقبتها باعتبار إنه نحبوه السياحي كي يجي يلقى منتوج بتاع تونسي وصناعات تقليدية والحقيقة معناها الحكاية التصدي للتقليد والكل هو برنامج موش مربوط بالموسم السياحي هو برنامج روزارة تجارة وخطة بدأت من 2006 النقايص عينتهم اليوم يا سيدة وزيرة في المدينة النقايص والله إحنا عيننا اليوم بهتنا تم عديد المحلات اللي يعني سكروا تم نوع من الخوف من الرقابة الاقتصادية سكروا بنسبت زيارة؟ أي حكينا معهم هم متخوفين وأقروا إنهم مشكلتهم إنهم ما همش منظمين لذلك هنا دور ثم دور الحقيقة بالنسبة للوزارات وجميع الهيكل المدخلة كسوى إدارات تابعة لوزارة التجارة ولوزارة السياحة ولوزارة المالية إنه يتم يعني تحسيس هالتجارة هذومة ونقطروهم وراه ثم ينجموا في نفس الوقت يتنظموا بأبسط ترقوا بأبسط الأسليم سيدة الوزيرة أكيد إحنا على موسم صيفي أكيد أن الرقابة والمراقبة متاعكم باش تتواصل خاصة في عديد من المدن وإحنا مقدمين على موسم صيفي وعديد مصطفين برشة محلات تجارية يمكن فهم بعض التجاوزات أكيد أنتم كوزارة عنكم بلان واضح في العملية دي ونحن لم نواحد برد مع وزارة السياحة باعتبار ديوان صناعة التقليدية ونجدنا للسيد وزция لا يعني فرق مشتركة أن نواصلوا العمل حددنا في إطار المسحة على سار في فيبرك الولايات اللي فها المسالة كهذية لذلك هذه مسألة وطنية السياحة يلقى المنتوج في التونسي ونحن يلزمنا نعاولوهم المهنيين باش يتنظموا باش ينجموا يوفروا المنتوج التونسي ويحميوا رواحهم على مساول التزاود بالنواد الأساسية ونحن نقادلين على الموسط السايفي المصطفين والفوري تستقطب على الكبير من الجوار كيف كيف هذا يخدمناها الحقيقة مع وزارة السياحة وكونا في رقم مشتركة على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وأي معناها نقص معناه يتم معاينته يتم التدخل مباشرة لدخل معناها التوفير للمنتوجات الأساسية تبقى الأقام أخير حسوس التقليد أي معنى للجدية الرقابة وإحنا موقعين مازلنا يعني مفاعلين اتفاقيات مع البلدين الزوز المصدرة للمواد المقلدة اللي هما سين وطرقيا الصين لم يكن معاها اتفاقية الساعة ومعناها التصدي للتقليد المقالدة ليس كأن من الصين جيرا من برشة بلايس فهمت برشة بلايس ثم خطة وطنية ما يشكن وزارة تجارة ثم وزارة المالية خطر التصدي يبدأ من الديوان وراي خطة معناها اي وزارة التجارة وكذلك المصالح المعنية متاع وزارة السياحة ووزارة الصناعة خطر التقليد راهو مش معناها يلزمك انتي معناها تحمي معناها حماية الملكية الفكرية والصناعية دون قول مربوط ببعض رقبة مش تكون فاهم جانب ردعي ولا مش تكون الجسد وفش بكم ركزتوا على الرقابة احنا معبية تنسية انتم في طر الحملة انتم في طر الحملة متاع رقبة ومشترك الفرق لعملتهم رقبة دي ما تبدأ بالتحسيس وبعد التنبيه ماذا بينا احنا نحيو المنتوجات ظاهرة اللي هي مايش تونسية ويبيع ويكملوا على رواحهم بعد اذا كألم يمتثلش بطبيع الردع في الاخير لازم اراه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة